موسيقى فإن شاء الله نكمل النهاردة المحاضرات بتاعتنا عن وفي الحقيقة أنا مركز خالص إن أحاول أعلاد مقدر في الأربع محاضرات لأنهم أربع محاضرات قليلين إن أنا أنقلكوا حاجة ليها علاقة بالبايزيكس وشوية الحاجات اللي هي يمكن ما تسمعهاش في الحتة الثانية أكتر من أن أنا أبدأ أسرد لأن الـ B&B ممكن يبقى ليه كورس لوحد وإن شاء الله ممكن نزبطه يعني كـ Project Management Professional Certification أو كـ يعني كورس متكامل ممكن نبقى يبقى ليه كورس فأنا مش دا اللي أنا هركز فيه إن شاء الله في الأربع محاضرات دول لأن أنا لما جيت زبطت الـ Presentation اللي قيت إن أنا صعب إن إحنا نعملها زي كورس management مش هتقضي الأربع محاضرات فزي ما زبطت كده هتطلوكوا الحاجات اللي هي زي ما قلت لك كده هتبقى مفيدة في إن أنت تطلع بحاجة فعلاً في Value ومش تعفت تحصلها في حيطة تانية مش تعفت تحصلها مثلاً في فيديو في يوتيوب ولا بسهولة يعني فهنكمل النهاردة وهشرح لكم هبدأ بـ كلمة Methodology Methodology يعني إيه Methodology؟ يعني منهجية فأنا عايزة أبقى عندي منهجية يعني إيه عندي منهجية؟ يعني عندي System شغال فيه من A to Z بيبدأ يحرك الدنيا بشكل سليم طب هل ده مهم؟ هل ده مفيد؟ طيب تعالا كده هقول لكم حاجة مهمة جداً وهقول لكم ليه بقولها عشان برضو محدش يقول إحنا مش عايزين نقعد نسمح حكاوي لا فيه حاجة مهمة جداً في العلم اسمها drivers drivers يعني drivers المحفزات يعني أنا إيه اللي يخليني أعود أعمل حاجة؟ ممكن واحد يكلمني عنها لا أنا عايز حافز يقول لي أن الكلام ده مهم فعلاً الكلام ده محتاج أن أعود أضيع وقت واسمعه لا ده مش يبقى تضيع وقت بقى لده هيبقى علم مفيد هيبقى فيه value فدي اسمها drivers فأنا هقول لكم شوية drivers يعني طول ما أنا شغال معاكم هبدأ أحكي لكم شوية قصص القصص ديت هي اللي هتعمل لك drivers هي اللي هتزوقك إن فعلاً الكلام ده مفيد وكلام ده مهم وكلام ده فعلاً ما زي بعض الناس يقول لك يا عم الكلام ده بضع وقت لا تعا نشوف ايه drivers هو ايه الفرق مثلاً بمطعم المعلم حمادة ومكدونالد مثلاً او بيت زهات او whatever المركات ده ايه الفرق؟ ده مطعم وده مطعم من ضمن الفروق الرئيسية على فكرة إن ده عنده سيستم ده عنده سيستم يعني لما تيجي تقول الحج حمادة ده أنا عايز افتح فرع المطعمة يقول لك يا عم تروح تفتح أنا مالك لكن لما تروح مثلاً لبيت زهات تقول له أنا عايز افتح فرع لبيت زهات تقول لك لا انت لازم تاخد فرانشايز ويعني ايه يا عم فرانشايز ده يقول لك يعني ده انت عندي حقوق عشان تبدأ تستخدم المركة بتاعتي دي تروح لماكدونالد لهم يا جماعة عايز افتح فرع مكدونالد يقول لك لا استنى انت لازم تدفع لنا مئة الف دولار تريباً الارقام دي كمان زادت دلوقتي او مئتين الف دولار ممكن دلوقتي وتدينا دي لياليتي فيه وتدينا كل مبيعات بتاعتك نسبة اتنشر في المية ومش عارف لازم ايه يا جماعة ليه اه يمكن عشان حرف الام الأصفر الكبير ده اكيد لا يعني مال ايه يعني لان الناس دي هيديك system بص كده باعلك ايه باعلك بالملايين دي ايه باعلك system باعلك الكلام اللي احنا دلوقتي بنحاول نشوف هو مهم ليه لانه equal value اللي هو باعلك methodology يعني ايه باعلك system يعني ايه باعلك methodology انت لما تخش مثلا تاكل في مكدونالد عمرك شوفت الراجل اللي بيبيع البطاطس مثلا بيقعد يدقها لا طب ليه انت فرد تدقها تشوفها ملاحها لا لانه هو في process شوف حتى الادق الحاجات الادق هنملح البطاطس كل حاجة فيها process كل حاجة فيها system كل حاجة فيها فتلاقي الدنيا ماشية بطريقة بتطلع نتائج ماينفعش يطلعها بقى الحاجة حمادا ما احترامي ليه مهما كان شاطر مش هيعرف ليه الحاجات دي بتطلعش الا من process لما تيجي تشوف وكالة ناسة تطلع الفضاء وبتطلع مش عارف ايه وبتكتشف ايه اكيد لازم يكون عندها system وعندها process لان اي غلطة هتكلف كتير جدا ممكن تكلف ارواح وممكن تكلف money وبالتالي ال process ديت حاجة يا جماعة خطيرة جدا فهي ال methodology باختصار هي بقى system وال process والحاجات اللي انا هشتغل بيها واتخليني امشي صح واعمل الشغل صح كده كده ايه مقدمة ظريفة كده عشان تديك driver تحس ان الكلام انا هقوله ده كلام فعلا مهم طيب ال methodology ديت بتمر بمجموعة من المراحل عشان تستوي عشان تبقى كويسة اول مرحلة في ال methodology اللي هي المنهجية اللي هي system اللي هي process اللي هي ال process اللي هي اللي كلمت عنهم دول وانتكلم عنهم اكتر بتبدأ اول حاجة بمرحلة اسمها مرحلة preparation تمام يا جماعة انا بقولك والله كلام يا جماعة ليه محدش بيقوله انه كلام مش مكتوب في كتب اوي ده كلام ده شغلينه بقى كلام العلق ال practical مش كده قلت لك من اول كورس قلت لك تبقى ازاي تعمل الكلام ده practically فاحنا اول حاجة بنعملها بنبدأ نعمل عملية اسمها عملية preparation احنا بنبدأ نحضر لعمل السيستم وعمل المنهجية اللي هتبدأ الشركة تشتغل عليها ولازم تكون practical مش كلام ولا كلام نظري ولا كلام ولا بنبوك جايد ولا الكلام اللي انا اتشرف طبعا انا بدرسه وكلام عظيم بس مش كلام practical ده كلام شوية عايز تعمله تيلرينج عايز تعمله تفصيل فانا بقولك ازاي بقى بتعمل التفصيلات ده فبنعمل ال preparation ديت وبعد كده بنبدأ نعمل ايه في مرحلة preparation دي قبل ما اعدي منها كده بعمل في مرحلة preparation دي بابدأ اعرف ال organization بابدأ اعمل حاجة اسمها ال as-is ال as-is فتكر معاى او اكتب لان انا مش كاتب كل حاجة بصراحة فلو عايز تكتب براحة او المحاضرة مش سجيلا او 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 المهم اه اول مرحلة بعملها بعمل مرحلة ال as-is ايه مرحلة ال as-i ديت ان انا ببدأ اشوف الناس دي وضعها الحال يعمل ازاي الشركة دي مهما كانت عم حمادة ده ومطعمه بيعمل ايه دلوقتي أستاذ أحمد وشركته بيعملوا إذن الوقت مهندس كذا وشركة مأولاد بتاعته بيعملوا إذن اللي عندهم اللي ما عندهمش اللي الوحش الصعوبات اللي بيقابلوها ده اسمه الـ as-is الـ as-is طيب وبعدين وبعدين ببدأ أنا بقى كراجل بتاع management راجل professional management ببدأ أكون حاجة اسمها لتو بي لتو بي ده لماذا سيكون إحنا عايزين نوصل لفين أنا عايز أخذ الطيارة دي وأروح بها فين روح بها الأمر ولا روح بها بلد تانية ولا روح بها فلازم أحط الـ to-be مع الناس اللي عايزة تعمل الشغل مش بالمزاجي برضو أنا لازم أعود معهم أقول لهم أنتم عايزين توصلوا فينا يا جماعة بالـ system بتاعكم ده فبنبدأ نحط الـ to-be طيب ما بين الـ as-is و الـ to-be فيه بحر البحر ده لازم نعمله حاجة اسمها الجاب analysis الجاب analysis يبقى الجاب analysis هو الفيصل أو الفرق أو اللي بيربط أو الجاب اللي بتربط ما بين الـ as-is الوضع الحالي اللي عندي وـ to-be الوضع اللي أنا عايز أوصله طيب بعد ما حطي to-be ده إن شاء الله يبقى يجي وقت نقعد نتكلم أكتر على to-be ده شوية ببدأ بقى أبني الكلام ده وأنا ببنيه بمر بـ 3 مراحل 3 مراحل أول مرحلة اسمها system development system development السيستم development يعني إيه؟ يعني إن أنا هبدأ أبني السيستم هبني السيستم على الورق أو على الكمبيوتر يعني مش لازم يعني يكون قضي يعني ورق أكتب بإيدي يعني ممكن أكتب على الورد على الإكسل كله ده system development يعني أعمل إيه على الورق؟ هقول لك بعد شوية يعني ده أول خطوة اسمها system development تمام بعد ما أبني السيستم على الورق ببدأ أعمل حاجة اسمها system implementation المصلحات دي مهمة جدا اكتبها معايا معناها إيه؟ عشان لو اشتغلت في المجال ده مش حلوة خالص إن أنت تقعد تقولي المصلحات دي وتدخلها في بعض ده لأن كتير أهم السوق في السوق وحتى والله شركات كبيرة بنسبح فيها يعني بتلاقي فيها عندهم أخطاء وconfusion ما بين المصطلحات وتعريفها المصبوط لأنهم كترجمة عربي ممكن لهم قريبين من بعض لكنهم كمعنى بيبقى ليهم معنى مختلف فsystem implementation معناها إيه؟ معناها إن أنا بقى هبدأ أطبق السيستم اللي أنا عملت له development على الـ projects فهو ده system implementation يعني عايز أطبق السيستم يبقى أنا لو أنا جيت بعمل سيستم ده اسمه system development بس حبرة على ورق حبرة على ورق مهم طبعاً ومش هينفع تعمل implementation إلا بيه بس في الآخر هو لو هو full stop حبرة على ورق لا لازم نيجي نعمله implementation هديك مثال بسيط قوي عشان عارف تتمكن لبعضنا أنا مش عارف طبعاً مش قادر أشوف كل الـ audience إيه الـ background لكن هقول لكم هبدأ من أمثلة بسيطة وصعبة شوية هقول لك مثال بسيط جداً لما تيجي مثلاً عندك شركة وعايز تطلع فاتورة تمام؟ فممكن واحد يقول لك أن هبدأ أعمل design للفاتورة بتاعتي يبقى ده كده بيعمل system development بيحط منظر للفاتورة design للفاتورة اللوجو على الفاتورة اللون على ويحط اللين تاعي ده كله development لما تيجي بقى تملى الفاتورة تملى الفاتورة عشان تبدأ تتفحها دي اسمها system implementation واخدين بالكم يبقى كده عندنا معنى كلمة system development وعندنا يعني إيه system implementation لما تيجي تحطيلي مثلاً البروستس اللي انت هتمشي عليها دي system development لما تيجي تطبق وتشتغل على البروستس دي اسمها system implementation طب كده خلصنا لا فيه كمان مرحلة لو عايز تعمل more improvement ممكن تعمل حاجة بنسميها system automation system automation ايه يا system automation بقى هي أن انت تاخد السيستم بتاعك اللي انت عملت له development وتبدأ تعمله قدمتة او automation او تبدأ تخلي فيه software يبدأوا يعملوا لك الwork flow بتاعتك بحيث يبقى more flexible and more powerful and more smarter as well يبقى احنا عندنا ده هو اسمه الوتوميشن تمام؟ فالوتوميشن هنا ان انت تبدأ تستخدم بقى برامج متخصصة او تستخدم مبرمجين يعملوا لك الوتوميشن طبعا فيه برامج مشهورة جدا بتساعدك تعمل الوتوميشن لكن خلي بالك يبقى بيضحك عليك اللي يقول لك فيه حاجات جاهزة بتعمل الوتوميشن وشتريها وفيش حاجة اسمها كده لازم تعمل لها customization وإلا هتبقى بتعوك لان كل البرامج اللي بتعمل الوتوميشن بتبقى يعني مبنية على فكر معين لازم يتعمل له customization يتعمل له tailoring يعمل له تفصيل على نوع البيزنس بتاعك وعلى الdevelopment والimplementation اللي مناسب للبيزنس بتاعك من بعض البرامج اللي بتعمل بنعمل بها automation تمام فيه طبعا فيه umbrella للأوتوميشن وفيه برامج داخلية للأوتوميشن يعني ايه يعني مثلا فيه برنامج اسمه SAP مشهورة مش الـ SAP اللي بتاع الـ Structure لو حد مهندس مدني أو معماري ممكن يكون سمع عن برنامج الساب لا مش ده أصدر ده برنامج تاني خالص او software تاني خالص اسمه الـ SAP الـ SAP ده ده أحد الـ Umbrellas اللي بتعمل Automation فيه حاجة اسمها الماكسيمو برضو بيعمل Automation فيه Microsoft و Oracle بنزلين Systems للـ Automation فيه بعد كده بقى جوة الـ Umbrellas بتاعت الـ Automation ده بيجي بقى برامج مساعدة بتساعدك على Automation زي مثلا برامج بتاعة Oracle اللي علاقة بالـ Management زي Primavira مثلا Microsoft بنزلها Microsoft Project فيه عندك مثلا فيه حاجة اسمها الـ Primavira Contract Manager اللي هي دلوقتي تطورت وبقت اسمها Unifier بقت اسمها Unifier ده برضو ناس كتير جدا ما تعرفش المعلومة دا لسا لقد دلوقتي ناس بتقول لي عايزين ناخد كورس Primavira Contract Management طبعا الموضوع دلوقتي تطور بقى اسمه Primavira Unifier فيه حاجة اسمها الـ Prime وحاجات كتيرة يعني فده كله بيبقى عبارة عن tools عبارة عن أدوات هتستخدمها في عمل الـ Automation تمام طيب بيبقى احنا كده عندنا أربع مراحل مرحلة الـ Preparation ومرحلة الـ Development ومرحلة ومرحلة الـ Automation طيب تعالوا بقى نخش على مرحلة الـ Development مرحلة الـ Development دا أنا هطلع منها بإيه مهم جدا أنا دلوقتي لو أنا باجي أعمل شغل لو مش عارف هطلع بإيه منه أنا ماشي كده في حرصات يعني لازم أكون عارف أنا رايح فين يعني دايما نبدل المثال بتاع تايجر وود أكيد عارفين تايجر وود اللي هو اللاعب المشهور بتاع الجولف تايجر وود لما بيجي يلعب كرة الجولف بيبص الأول على الهول اللي هو هيرمي فيها الكرة وبعدين يبدأ يبص على الكرة ويبدأ يركز ويشوف هيدربها إزاي عشان تروح في الهول فلازم أكون عارف أنا هوصل إزاي للهدف بتاعي ففين الهدف لازم أكون عارف الهدف حلو كده وده كلمتوكو في المحاضرة اللي فاتت لما كلمتوكو على سيفن هابتس قلت لك start with the end in mind فهنا نفس الكلام أنا عايز أعرف إيه end of mind end of mind ليه الميثوذولوجي ديفولوبمين الـ end of mind في الميثوذولوجي ديفولوبمين هو اللي أنا كتبه بالوقت على الشاشة عندنا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة حاجات عايزين نطلع بيهم من مرحلة السيستم development أول حاجة عايزين نطلع بيها لما باجي أعمل development إن أنا عايز أعمل procedures عايز أعمل procedures يعني إيه procedures الـ procedures دي اللي أنا بكتب فيها بكتب فيها أنا عايز أعمل إيه زي كده بتاع الرجل بتاع مكدونالدز كده يكتب إن البطاطس تتحط المدة كم ثانية في درجة حرارة قدي كده وتحط عليها كم رشة ملح والمقادير بتاعتك هتبحط في procedures وطبعا الـ procedures دي بيبقى فيها إجابات على أسئلة كتيرة جدا طيب دي أول حاجة بعملها بس طبقا للـ ISO الجديد آخر في الـ ISO بدأوا يقول لك أنت ممكن تستغنع الـ procedures أنا شخصيا بدأت في يعني من سنة 2018 آخر 2018 بدأت تقلل في موضوع procedures لأن أنا فعلا أنا مقتنع مع الـ ISO أن هي ممكن تكون مفيدة قوي زي زمان خلاص طيب رقم 2 وأهم حاجة في الموضوع كله اللي هي الـ Process Flow آه إيه بقى الـ Process Flow ده ده هو ده قلب المثدوليج عقل المثدوليج المنهجية العقل بتاعها هو الـ Process Flow ده ليه الـ Process Flow ده اللي بيوريني أنا هعمل الـ Process دي ازاي أنا هعمل الـ Process دي ازاي خلي بالك أنت عايز تعمل شغل بقى professional لا تقولش لا يا عم أنا عارف والعلم في الراس مش في الكراس والناس لا لا فالصير من كلام ده كله في الزبال أنا لازم حط كل الكلام على الورق فلازم أكون عارف أنا بأعمل الشغل ازاي عشان أعمل standardization للشغل اللي بيحصل عندي في المؤسسة تمام طبعا لو جي وقت إن شاء الله أحكي لكم قصص خطيرة جدا على standardization وازاي بتوفر وقت وفلوس كتير جدا فمهم أول فإذا لازم أحد طريقة الشغل فلازم أعمل process flow لازم أحط إحنا هنعمل إيه خطوة جدا اللي بعدين هنعمل إيه عشان محدش بقى أقولك لأ أصلا مكنش عارف أصلا طب إيه طب مين قال لا لا كل كلام بقى كلام الفوات ده اللي هو مش professional مش عايزين يتعمل فبنحط process flow بنحدد فيها اللوجيك بتاع كل المنطق اللي وراء process بتاعتي تمام يبقى كده إيه دي المرحلة التانية process flow في مرحلة development حاجة التالتة إن لازم أحط forms اللي أنا هستخدمها زي كده ما قلت لك احنا عايزين المثال البسيط قوي فطورة فعايز أعمل formula للفطورة أبقى محدد formula للفطورة اللي أنا هملاها تمام كل حاجة هملاها هعمل لها formula حطها claim بقى تعمل له formula الinputs بتاعة البرنامج الزمني تعمل لها formula work breakdown structure تعمل له formula communication plan تعمل له formula أكذا بقى نتكلم عن كلام ده إن شاء الله بعدين بس أظن كل حاجة هيبقى لها form موجودة ومعمل لها design ومعمل لها لونها بقى وتحط على المهم تعمل formula توفي الغرض بتاعك كنتش فيها معلومات ما لهاش لازم أقعى وده يعني من أكتر الحاجات اللي قابلتها لما جيت أشوف system معمولة في بعض الشركات والله الشركات كبيرة يعني ببقى جايب شركة عملت له الموضوع عملت له كده اللي هو يعني بالمثل المصري كده كعور والدلاعور يعني لأ الشغل عشان يتعمل مظبوط لازم تعمله فعلا tailoring عشان البدلة تبقى مظبوطة عليك ولا الجلبية ولا الفستان ولا whatever عشان تبقى مظبوطة عليك يازم التارزي ياخد باله من كل التفاصيل أنت لازم برضو أنت بتعمل system development ياخد بالك من كل التفاصيل المؤسسة دي عايزة ايه مش معايزة ايه المعلومة دي لازمة ملاش لازمة لأن اي حاجة هتحطها وهتخلي الناس تستراجل ويبتم لها انت كده عطلت الناس على الفوض لأ حط الحاجات اللي هي فايدة ولي قيمة عشان نقدر نطلع بها value في الاخر لأن تاني أنا في الاخر عايزة اطلع بالكلام ده value إلا لو انا هضيع بوقتي وداية الناس اللي معايا لا انا ماش هينفع طيب بعد كده ايه بعد كده بنيجي على حاجة اسمها logs ايه الفرق بين forms وال logs دي برضو ناس بطلق بطل حتة ال logs دي جدا ال logs دي يا جماحة خطرة جدا هديك مثال انا عندي فورمة لل variation order على سبيل المثال ليس الحصر عندي فورمة لل variation order طيب لو قلتلك روح يا باش مهندس روحت لي ال variations اللي حصلت في المشروع تروح تجيب لي بقى خمس ست ملفات فيهم مثلا 200 variation ونقعد لا طبعا مال ايه لا بتجيب لي log log بقى ده عبارة عن زي كده باختصار كده ملخص لكل variation لو انا طبعا بتكلم على variation log طبعا فيه log وفيه كل حاجة لها log تمام فالlog ده بيبقى عبارة عن ملخص ل items اللي انت عملها تمام فبتبقى بسرعة جدا في one table شايف كل variations اللي حصلت في المشروع وكم approved وكم bending وكم under مش عارف وكم potential وكم معلومات في ثواني بتطلحها من logs تريد تعمل لها filtration تريد تتابع عليها لكن ما يقدرش تتابع على forms واحد يقولك طب ايه الفايدة ما هي موجودة المعلومات في الفورم ما تقدرش تعمل follow up على forms لازم يكون عندك logs اللي هي فايدة والform لها فايدة الاثنين موجودين طبعا عشان كده يا جماعة الـ automation بقى بيفرق الـ automation بيرياحك او في الكلام ده يعني الـ automation مش هتعمل logs وتعمل forms والـ automation لو معمول صح هو اللي بيطلع لك logs automatically لان logs مش معلومات جديدة ده معلومات متاخدة من forms بتاعت تمام فااتمنى تكون وصلة الـ logs طبعا ان شاء الله في اخر المحاضرة الاسئلة لو حد يا جماعة شايف ان في حتة انا مش رحتهاش فبعض الناس تميل ولا اعلى قوي وبعض الناس ما تبقاش عايزة فانا بحاول ابقى في النص فانعارف ان بعضكم ممكن يبقى عنده شوية knowledge على انا بقوله فمعليش يستحمل شوية وبعضكم ممكن يحس ان هو الموضوع فممكن يستحمل ويسألني ان شاء الله اشرح حلوك بس انا عايز ابقى في النص شوية على الدمار طيب فيها المحتوى اللي انا عايز اظهره ل clients عايز اطلع التقرير عايز اعمل تقرير شكلها ايه تقرير انواح ايه هطلع status reports زي مثلا daily progress report و weekly و monthly عايز اعمل dashboard وان شاء الله بأكلمكم على dashboard لان ده موضوع خطير جدا من الحاجات اللي ظهرت مؤخرا مش مؤخرا يعني بقى الحاجات الحديثة اللي بتستخدم لإظهار المعلومات للمانجمنت وبتدي يعني صورة حلوة جدا على المشاريع اللي بتخليك تأخذ قرارات بسرعة جدا من خلال one lock يعني مدير ما تخش في المسل كتير فلازم تكون عامل templates لreports ده حضرها طلع طلع الريبورتات شكلها ايه واسمائها ايه وهطلعها امتى وهطلع كل ده في الريبورتات طيب حلوة او انا عملت كل الكلام ده عايز بقى اعرف هو الكلام ده جاب نتيجة ولا اعرف منين خلي بالك بقى الحتة الاخيرة دي كتير اوه مبيعملوهاش ودي ممكن تدمر لك development والمجهود الكبير اللي انت عملت اللي هي بنساميها KPI او Key Performance Indicators Key Performance Indicators ايه Key Performance Indicators دي Key Performance Indicators اللي هي بتقول للناس اللي شغالة بالسيستمز دي انتوا يا جماعة شغالين صح ولا شغالين غلط انتوا فعلا حققتوا اللي عليكو ولا ما حققتوش حاجة انتوا عملتوا ولا ما عملتوا انت شاطر ولا انت ناجح ولا فاشل مش بالكلام ومش بالحب ومش باللا لازم من عن طريق KPI يعني لما اكون عندي مشروع والمشروع ده اقول لك اشروع انت بتأخرين ليه تقول لي والله احنا متأخرين ونقعد نتخان لا انت بتأخر انت مش تأخر فيش حاجة اسمها كده لو عندي KPI مش هنتخاني الخناقة دي في الفيديو المشهور بتاع اشعارف ده كان فيديو صحة او غلط بتاع مبيض محارة ومهندس بيستلم منه اكيد كلكم تفرقتوا عليه ده كان عامل مش عارف كام مليون مشاهداء فكان طول الفيديو بش مهندس اللي بتقل لا مش عجباني مش هستلم الحطة مش عجبان ليه مش هستلم لغاية في الاخر المحارة مهندس ممكن يكون تمثيلية طبعا بغض النظر الفيديو ده يبين عدم المهنية في الشغل حتى لو الفيديو حقيقي فيش يعني المشكلة فيه فيش مهنية خالص في فيش حاجة اسمها ان الشغل مش عجبني مش حاجة ما فيش مهندس بيقول كده مش حد بيقول كده لأنا عندي KPI عندي Key Performance Indicators عندي Earned Value Analysis عندي Earned بتاعي بيقول كده انت الProgress بتاعك بيقول كده فعندي KPI هي دي اللي بتقول انا وحش ولا حلو بتقول احنا بنقصب ولا بنخصر وهي دي اللي بتقول مش انا ولا بمزاجي ولا انا شايفها كده ولا مش عجب لا لا خالص فلازم تكون عندك KPI Key Performance Indicators محددة يبقى جميل قوي لو انت طلعت بس النهارده بالصفحة دي يا جماعة انت كده طلعت باليو انا بقولك وانا عارف انا بقولين يعني لو انت سلايد ديت كده طلعت من النهارده من المحاضرة ديت بيها وفهمها ان شاء الله تكون طلعت باليو كبيرة جدا بامانة طيب تعالى بقى اشحها اكتر الكلام ده هيتعامل ازاي عشان تعمل الكلام ده لازم تبني البروسيس بتاعتك اللي هتعمل لها الديليفرابلز ديت يعني ايه يعني لازم تحدد في شغلك ايه هي العمليات انت ناوي تعملها وتعمل تعمل لها بروسيجورز وتعمل لها بروسيس فلو وتعمل لها فورمز وتعمل لها لوجز وتعمل لها ريبورز وتعمل لها كي بي ايه بقى الكلام الغريب ده واحنا مش بنعمل الكلام ده كله المشروع اه بس مش بنعمل له مشروع يعني هلبيل على بعض لا لازم اقسم المشروع بتاعي لمجموعة من العمليات لازم اقسم المشروع بتاعي لمجموعة من العمليات اللي بنسميها البروسيس والعمليات ديت تالي بالك العمليات ديت اللي هي مجموعة الprocesses ديت لازم تكون عارف ان هي هيتعمل لها لحد كبير برضو customization خلي بالك لان برضو يعني دي حتة عشان بشرحك للناس PMP والprints 2 عشان الناس دي ما تطلخبطش خلي بالك الpainbook guide اللي هو project management body of knowledge اللي هو فيه منهجية معتبرة جدا للmanagement وبنرجع لها طبعا برضو ما ينفعش تاخده كده تقول انا هشتغل بكتاب الpainbook guide ما هكتاب الpainbook guide ده فيه process وفيه لا مش هينفع كده لازم تاني لازم تبدأ تعمل لازم تعمل لازم تعرف انت هتعمل ايه من الكتب ديت عشان ما تجد تعمله وقت في البزنس اللي هو اللي بقى ازاي تبقى practical مش هتبقى الكلام النظري ده مش هينفع ما بيشتغلش حاش بيقعف تعال نشوف الpainbook guide طبعا ده مثال لازم يعني نحطه في اعتبارنا فانا جبت مثال الpainbook guide كمثال كويس لفهم الجزء اللي انا عايز اشرحه ده اللي هو موضوع الprocess الpainbook guide مشكورا عمل حاجة جميلة جدا قالك انا هقسم العلوم اللي انا بعملها في الproject العلوم اللي انا بعملها في الproject لد عشر علوم تمام ايه ده يعني ايه يعني انا دلوقتي عندي project عندي مشروع عايز علم عايز لازم يكون عندي علم تمام زي مثلا انا عايز اطلع رحلة فعايز يبقى عندي مثلا لو انا سوق عربية بقى عندي علم السواء اعرف سوق عربية ما انت لو جيت تجي سوق عربية ما لقيتش نفسك اطلع رحلة فيبقى انت لازم يكون عندك علم فهم لقوا ان في عشر علوم محتاجهم عشان تدير اي مشروع حلو العشر علوم دول ينفعوا لأي نوع من انواع المشاريع او معظم انواع المشاريع المصطلح الصح اللي هم عدلوه في البينبوكس الحديثة ان هم قالوا ايه قالوا ان هم عشر علوم ينفع نستخدمهم في معظم المشاريع حلو لو انت شغال في الـ IT تمام هتلاقي العلوم دي مناسبة جدا لو شغال في الكونستركشن هتلاقيها برضو مناسبة جدا بس محتاجة محتاجة مجموعة علوم تانية واحد تقولك يا عم انت هتعدل على البينبوكس لا هم نفسهم الايلين كده مشانا يعني هو نفس الجماعة بتوع البينبوكس هم اللي الايلين اللي انا بقوله لكو ده ان الـ PMI عمل عمل كتاب للبينبوك جايد ملحق يعني وحط في العلوم اللي انا بقولك عليها دي حط في الـ يعني مش موجودة في المجموعة اللي انا هقولها دلوقتي بش حد يبقى احنا يعني مغطيين الفكرة كلها كفكرة انا اللي عايز اوصلك يا جماعة في الاربعة محاضات الصغيرين اللي انا ان شاء الله دول الفكرة ولو الخط الفكرة هتنطلق هتنطلق جدا ان شاء الله طيب ايه بقى العلوم اللي قالها البينبوك جايد قال لك في علم اسمه علم الـ أنا عايز ادير مشروع طب ادير مشروع ازاي وانا ما عنديش فكرة هو الـ بيتكون ازاي وبيتركب ازاي وبيتحط ازاي لو انا يعني ما عنديش كل تفاصيله ويتعمل له كنترول ازاي ويو مش عايز لازم نعمل علم اسمه علم الـ طيب ايه تاني قال لك عندي علم اسمه علم أنا دوقتي هدير مشروع وعندي وقت زي ما شرحت لكم مرة طب انا الوقت ده هدير ازاي لازم اعرف ازاي يكون بابني برنامج زمني وازاي بحط وازاي بحدد الفلوت وازاي بعمل وازاي بعمل حاجات بقى اللي هي التفاصيل دي ان شاء الله ممكن بانتكلم فيها لو احنا هنتكلم على الكورس المنهجية الكاملة ازاي لما يحصل تأخير احلل التأخير ازاي اعمل كليم للتأخيرات ازاي اعمل كل الكلام ده علم 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 لأصول فالعلم ده سماه علم الاسكاجول ولمانجمين طيب الكوست عندي مشروع دي ميزانية طب ازاي الميزانية بتتعامل مش عارف يبقى انت كده ما عندكش علم ده يبقى لازم تعرف الميزانية ازاي بتتعامل طب الميزانية بتتعامل عن طريق حاجة اسمها التسعير الكوست استيميشن طب بتعرف تعمل فيه علم اسمه كوست كونترول فكل دي محتاج ده تعمله جوه العلم اللي اسمه علم الكوست مانجمين طيب كواليتي كواليتي كونترول كواليتي assurance كواليتي بلان كواليتي مانيول حاجات دي كلها عايز اعملها طب انا محتاج علم يقول لي يعني ايه تي كو ام توتال كواليتي مانجمين يقول لي يعني اصول علم الكواليتي ويعني ايه الجيت كل الحاجات دي انا محتاج اعرفها فاذا انا محتاج علم اسمه علم الكواليتي مانجمين resources انا عندي موارد عندي manpower عندي materials عندي machinery الموارد دي عايزة حد ينصقها وعند يزبطها وحد يقول انا محتاج كام بكرة وحد يقول ما انا مش هيجي مثلا من بكرة اقول يلا يا جماعة احنا عايزين 5000 متر مسطح اسراميك اتبوهم لك منين دول عايزين عشرة مش عارف كام طن مش عارف ايه لا لازم اكون مرتب للكلام ده من قبلها وعارف هيجي منين وعارف هيجي امتى في حاجات اصلا لو انا قررت النهارده انها تيجي عايزة 8-9 شهور زي اللي بنسميها long lead items في المشاريع الكبيرة long lead items long lead items دي احيانا عشان توصل الموقع بس من وقت ما نبدأ نمشي في الاجراءات بتاعتها فتخيل انت بقى لو جيت افتكرت ان انت عايز حاجة من the item زيت لما يجي يوم ما نحتاج يا نهاربية هتقعد سنة بقى تستنى لا فلازم من اول المشروع اكون محدد ال resource سواء معدات وسواء عمالة وهجيبهم امتى وهيشتغل وقت ايه ومين ال part time ومين علم علم كبير جدا اسمه علم resource management نيجي بعد كده علم communication علم communication management اللي هو العلم اللي هيبدأ يقول لي طرق التواصل اللي انا هتباحها في المشروع بتاعي احنا لديلوقتي بنستخدم zoom طب ليه ما نستخدم زوهو ولا نستخدم الموبايل اكيد كل طول او تكنيك او ميزة وليها عيب فلو انت مش فهم الكلام ده ممكن تستخدم communication غلط هتديك مثال صغير راح تقول لك عم ازاي لا ده في امثلة كترة جدا الكم communication دي يعني كارثية كارثية يعني مثلا تلاقي مدير مثلا عايز يقول لالتيم بتاعه حاجة ممكن راح ساعتين ويقول لهم الحاجة دي دي كارثة ايه ده يا عم حلو لا خالص انت عارف يعني ايه اتجيب الميتين الناس بتوعك ساعتين يعني اضرب لو عندك مثلا عشرين موظف العشرين دول في ساعتين يعني اربعين ساعة عمل اضرب في اكس بقى ما عفش انت ساعة العمل عندك عشان بلاد مختلفة اضرب في ساعة العمل عندك البروفيشنال دي عندك الراجل ده ضيع الافات في الكام ساعة لو طيب واحد يقول لك ما يعمل اي يعني لأ كان بعت ايميل مثلا يعني الحاجة مش محتاجة ان انت يعمل فاس تو فيس انتر اكشن لو يتحقق في الميتين لأ كان مفروض يبعت الكلام ده عن طريق الإيميل يبقى اذا الكميونيكيشن تكنيكس وفهم الكميونيكيشن علم مهم جدا لما تعرفه هتبدأ يحصل امبروف منت كبير جدا للشغل اللي بيحصل عنه الريبورتات انت بحتاج فعلا الريبورتات بيكون لها ولا تضيع وقت تضيع وقت طب ليه بتعملها يبقى في حاجة غلط عندك انا كتير جدا بسمع من الناس ان هم بيقولولي احنا عندنا كمية بورتات ملاش اولا حد بيفتحها تعرف على طول ان فيه كارثة يعني ايه ان فيه مشكلة وخلل في الكميونيكيشن اللي بيحصل في المشروع طيب نيجي بعد كده للعلم اللي انا بحبه جدا وبيحترمه جدا انه علم ريسك مانجمين علم ريسك مانجمين ده انا دلوقتي بشتغل في مشروع المشروع ده نتائج وهتظهر في المستقبل طيب جميل المستقبل لا يعلم ولا الله المستقبل مليء بالمخاطر او خلينا نقولها مليء بال النونز بال طيب حلو قوي الانسور تنتز دي تعمل يا عم بقى لما تحصل يبقى حلاء البحلال قالك لا احنا ممكن نعمل علم اسمه علم ريسك مانجمين هنبدأ باسلوب يعني سمارت نتنبأ بالله يحصل ده بطريقة علمية طبعا وبالتالي نقدر لو تنبأنا به نعمله ما يسمى بالميتيجيشن بالميتيجيشن يعني زي مثلا ما اقول لك ايه انا رايح مشوار تمام طب احسن ان انت تسيبني انزل روح المشوار ولا انت لما تكون عارف ان انا هقابل في الطريق ده حاجة زحمة هتقفل الطريق وتعمل لي عطلة طبعا لو قلتلي احسن ليه لانما تقول لي هقول طريق تاني هو ده نفس الكلام اللي بيحصل للناس اللي عارف ريسك مانجمين اللي مش عارف ريسك مانجمين هتلاقي دايما بيستك في الطريق الزحمة قاعد طول النهار والليل وحياته كلها ضائعة في الزحمة لكن الروح اللي فاهم ريسك مانجمين لا دايما تلاقيه ايه واخد الطرق السالكة يبقى مش حظ بقى بقى الموضوع في علم اسمه علم طبعا ده مثال بسيط جدا في امثلة بقى معقدة جدا ان شاء الله لو جيه توقيت هوريكو امثلة قطيرة جدا على موضوع الرسك مانجمين طيب انا بعد شوية اقول لك قصة جميلة جدا على كم يعني هتربط لكو او هتعمل لكو درايفر لمجموعة من العلوم اللي احنا بنحكيها بشكل قوي جدا ان شاء الله طيب دي كده علم الرسك مانجمين طبعا اي مشروع في عقود وفي وفي مشتريات فانا عايز علم يدير التعقدات دا ويقول لي انا نوع من انواع العقود دي افضل نوع عقد هل عقد لمصم هل عقد الكوست بلاس هل اعمل عقد يونيت هل العقد يكتب في ايه هل العقد دا ايه البروست عاقد مرحلة التندرينج بتتعامل فيها ايه مرحلة الفلوتينج وهكذا علم علم نولوج لازم تعرفها يعني 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 ويعني يعني كل كلام دا علم اسمه علم البروكورمنت فلازم تكون عندك العلم دا الستيكهولدرز مانجمينت الستيكهولدرز اللي هم المعنيين يعني ايه المعنيين انا هبدأ بس اروح لسلايد كده وبعدين ارجع المعنيين هم اي حد ليه علاقة مباشرة او غير مباشرة وبيتأثر بنتائج المشروع سواء ايجابي ولا سلبي دا بنسميه استيكهولدر تاني بص التعريف اي حد بيتأثر بنتائج المشروع اي حد بالمشروع سواء حتى التأثير دا ايجابي او سلبي هنسميه استيكهولدر يعني اي حد تاني انا من عندي مشروع الكلين استيكهولدر المقاول استيكهولدر الشاري استيكهولدر البنك اللي بيدي كارد مش عارف مين استيكهولدر الجاري اللي هو بابني جنبه وممكن اخش على الحدود بتاعته وعدين اتخاني انا هو على الحدود وعلى دا استيكهولدر الموظفين استيكهولدر وهكذا يبقى انت عندك ما تسمع او تقرأ كلمة استيكهولدر في المانجمين يعني المعنيين المعنيين بالمشروع تمام زي ما قلنا السبونسور الممول بتاع المشروع البروجيكت مانجر التيم البروجيكت مانجمين تيم وابقى شرح لكم ان شاء الله الفرق بين كلمة بروجيكت تيم وبروجيكت مانجمين تيم وبروجيكت مانجر يعني ممكن تبقى عند بعضنا تلغبطوا لكنهم فيهم فرق واضح جدا ولازم يكون واضح جدا عندك يعني بالذات الناس اللي بتدرس الموضوع بشكل اكاديمي لازم الكلام يكون شوية واضح فرق بين البروجيكت تيم والبروجيكت مانجمين والبروجيكت مانجر وعندك الكاستومر واليوزر والسيلر والبيزنس كل ده اللي هو موجود قدامكم في الدوائر كل دول يعتبروا ايه ستيك هولدر طيب ده بقى علم لو رجعنا تاني للجدول بتاع البي ام اي البي ام بو جايد هو حطه كعلم اسمه علم الستيك هولدر مناجمين في حقيقة علمه مهم جدا علم مهم جدا انت عندك بعض مثلا دول الخليج واعتقد يعني مصر بدأت تخش في في فكرة اني بقى في ستيك هولدر امباكت كبير جدا على المشاريع عديك مثال مثلا ما تيجي تقول مثلا انا عندي بروجيكت وعايز اعمل اوثوريتي ابروفل مثلا المصطلح ده يمكن عند بعض الناس مش معروف اوي اوثوريتي ابروفل ان انا مثلا اجيب ابروفل من الدفاع المدني عشان اطلع رخصة مثلا اصابي المثال او عشان في المبنى فعايز تروح تاخد حتى في مصر دلوقتي في المدن الجديدة بدأوا يعملوا موضوع الدفاع المدني ده فالدفاع المدني ده استيك هولدر فلو انت مش فاهم يعني استيك هولدر مانجبنت ممكن متعافش تسلم مشروعك ممكن تستراجل وتعطى لوقتي كبير جدا ومش عايز اقولك ان نجاح بعض البروجيكت في الخليج بالذات بيبقى مرتبط بفهمهم لمعنى كلمة استيك هولدر مانجبنت وازاي لان هو يبقى دوره تقريبا لذات تشغال مع كلاينت يعني لو انت كلاينت برويكت مانجبنت هتبقى همك الشاغ اللي انت روح تجيب الاسورة عشان تبدأ تاخد ترخيص وتسلم المبنى وتبدأ وتبدأ تسلم المبنى وتشغل او كان زمان بدأت كانت شوية مش لا دلوقت اتطورت جدا جدا يعني وبقى علم فعلا محترم تقدر تقرى فيه كتب يعني انا قاري فيه حوالي يعني كتابه شوية كده في الموضوع يعني كتاب وفيه كتاب تاني لسه فعلم فعلا علم محترم وعلم فيه وعلم فيه knowledge ممكن فعلا تتعلم تمام ما زكرهاش البنبوك زي مثلا safety طبعا الناس اللي شغالين واعتقد انه معظم هيبقى في construction الحضور يعني الaudience اللي بيسمعوني معظم هم شغال تقريبا في construction زي ما قال يعني فالconstruction عندنا knowledge area مهم جدا اسمها safety management طبعا safety first ده على رأس كل الكلام ده طيبين دي ده علم ده علم مهم جدا وعلم بيحترم جدا وعلم لأصول وعلم لأصول وعلم يعني كل الاحترام بتاع طبين هو ما حطوش الbin book guide هنا لانه related بس construction وبعض انواع الbusiness المعينة وبالتالي ما حطوش في الbin book guide الكبير لكن حطوه بصراحة في الدendum يعني الدendum محطوط في safety management فإذا انت كده خدت فكرة يعني ايه areas يعني ايه knowledge areas تمام طيب حلو طيب احنا كده عرفنا انا محتاج عشان انا بقى راجل professional manager محتاج علم أو علوم وعرفنا ايه هي ممكن تكون علوم دي طيب حلو تعال بقى تتكلم على انت محتاج ايه تاني عشان تكمل system development بتاعك هتحتاج بقى ما يسمى ب project management life cycle حد سألني المرة اللي فاتت والتوله ان شاء الله المرة جاء اشرحها اللي هي life cycle تعال بقى نتكلم على فكرة life cycle life cycle ده جماعة حتة مهمة جدا وعايز اشرح لكم برضو دي مش واضحة ولا في pinbook ولا حتة في prince 2 ولا حتة في الناس اللي بتشرح هي ليه سموها cycle او انت لما تيجي لأي حد تسمح منه هي رسولك كده 4-5 خطوات جنبات يقول لك دي اسمها life cycle لكن مش هيقول لك ليه سموها cycle ما cycle يعني دايرة ليه دايرة انا هشرح لكم يعني ايه cycle وليه واحد يقول لك اذا انا عدت الكلمة لأ انا ما عدت همش مرتين انا بس قلت project management وقلت الجملة التانية من غير كلمة management قلت project life cycle ايه الفرق اه فرق كبير جدا ايه بقى هو تعال نشوف لما اقول project management life cycle يبقى اقصد بيها المراحل بتاعة المانجمن عندي في المؤسسة يعني ايه يعني اي مشروع عندي بيمر بمجموعة من المراحل ايا كان المشروع المراحل ديت كما ذكرت في bimbo guide سماها initiation planning execution monitoring and controlling will close out يبقى bimbo guide حط خمس مراحل initiation planning execution controlling and close out في واحد زمان كده صراحة ده الاب الروح العلم management في العالم الاب الروح العلم quality كمان اسمه dimming dimming من سنين طويلة قالك ان اي اي life cycle هم اربع حروف وسماهم pdca pdca plan do check act plan do check act بصراحة بقى اقرأ بقى اذي كتب زي ما انت عايز ومنهجيات زي ما انت عايز هتلاقي الراجل ده بصراحة فعلا قبل كلام ده هو كل prince two وال pin book guide وال ISO كل الكتب اللي عملت منهجيات كلها بتدور حوالين الاربع حروف دول بصراحة اللي هم plan do check act تمام plan اللي هو خطة يبقى انت لازم تمر بمرحلة التخطيط مرحلة وضع الخطط دي هي planning وبعد كده نفذ do لازم تخطط اللي انت لازم تنفذ اللي انت خططته تمام طيب بعد ما نفذ انا خططته اكتشف ان انا كنت بعمل حاجة غلط يعني انا خططت ان انا رايح من محافظة لمحافظة تمام ابدأ بقى نايم على نفسي وانا بعمل do لغاية ما لاقي نفسي في محافظة تانية ولاقي نفسي في بلد تانية لا طبعا يبقى انت لازم تعمل monitoring and controlling لازم تعمل عملية مرقبة اللي بيحصل عشان ما تلاقيش نفسك في حطة غلط واحد يقولك يا عمم انا لو غلطان هغلط هغلط هقولك صح بس لما تغلط وتلحق نفسك في الاول غير لما تلحق نفسك بعد فوات الاوان في مثل الانجليزي بيقولك ايه بيقولك مهم جدا ان انت the train lift the station the train lift the station القطار غادر المحطة ان انت طول ما انت بترتب على ان انت توصل في الوقت الصح انت كده خططت صح ونفست صح لكن لو انت خططت صح خططت صح كويس جدا وجيت اكتشفت ان انت بعد ما روحت المحطة وشت كنت شاريت اسكرة كنت عارفها تركب قطر الرقم كام والساعة كام وعلى اي رصيف ويجي زي العسن ونفست كمان يا عم او بس نفست وروحت غلط بس تمان ف كان فيه غلطة صغيرة في التنفيذ وهي ان انت مخدتش بالك من التوقيت فكله باص فانا عايز اعمل ايه monitoring and control قبل ما القطار يغادر المحطة طول ما القطار مخدرش المحطة انا ممكن اوجد حلوط اخدلك بقى تاكس بدلا ما كنت ناوي تروح في الاوتوبيس هتروح بتاكس بدلا ما كنت ناوي تروح بتاكس هتاخد بقى عربيتك وتبقى تخلي اخوك يروح يجيبها من الباركينج بتاع المطار فاذا طول ما القطار لم يغادر المحطة ولا القط الطيارة ما سابتش المطار انت عندك ايه اعتمال كل شوية بيضعف استخلي بالك كل شوية تضعف وكل شوية تكلفة تصليحه بتزيد حط الكلمتين دول زي ما بقولوا كده حلقة في ودنك ده برضو من الناس اللي هتبدأ تعرفوا لما نيجي نشوف implementation خطيرة جدا ان انت اه ممكن نصلح او بنلحق القطر قبل ما لكن انا عايز الاول تجبني قبل ما القطر يغادر المحطة دي اول حاجة تاني والحاجة تانية اقولها لك كل ما اتأخرت كل ما انا هرجعك بس هرجعك غالية اوي تكلفة رجوعك هتبقى غالية اوي خلي بالك عشان برضو ما حدش يقول ايه طب ما انا اركم بقى طالما في حل طالما القطر لا طول ما انت بتتأخر طول ما تكلفة الرجوع هتبقى غالية اما لو طلع القطر لا فيش بقى ولا غالية ولا رخيص كله بس طيب وده بقى اللي انت هتشوف ان عكاساته بقى فيين في موضوع الكليمز وموضوع الاكستنشن وفتايم وموضوع النيجوشييشن وحاجات كتيرة جدا اللي بتخرب المشاريع لعدم فهم البروجيكت مانيجرز ازاي بتدار المشاريع بطريقة احترافية وبياخدوا العلم على محمل الهزار والتهريج والاي كلام لا العلم بيفرق معك جدا في الكوست وفي منهجية التعامل مع الأزمات طيب يبقى دي معنى كلمة المونيترينج اند كنترول يبقى انا لو عايز الخص كلمة مونيترينج اند كنترول في جملة هقول جملة كده ذهبية هقول ايه لو الاتنين ما تحققوش ارمي كله في الزبادة ثاني يعني عايز اكشن مناسب في الوقت المناسب خدت اكشن مناسب في وقت غلط ما بتعملش كنترول خدت اكشن غلط في وقت مناسب ما بتعملش كنترول يبقى لازم تاخد اكشن مناسب في وقت مناسب كده انت ايه بتكنترول كده انت ركب الحصان وسايقه مش هو اللي بيجري بيج وهيوقعك بعد شوية طيب وبعدين بيجي في الآخر الكلوجر الكلوز اوت تمام طيب دلوقتي عايز بقى اشوف انا ما جاعمل عشان ما طلعكش من الموضوع احنا كنا بنعمل وانا روحت فين دلوقتي انا لسه لسه في العنوان اللي اسمه methodology development لو تفتكر وكنت بدأت اقولك يعني ايه المخرجات بتاعتي في methodology development قلتلك الprocesses flow والforms والlogs والreperes والkppr طيب ما الايه بقى لانا كنت مكلم فيه دلوقتي انا هعمل الكلام ده ايه بقى ايه ده اللي انا عايز اشتراحه دلوقتي بقى الحاجات اللي قدامكو دي يا جماعة الحاجات اللي قدامكو دي انا عايز اخرجها عايز اخرجها للprocesses والتسعة واربعين عملية دول هو اللي حط عليه وحطي لهم ال 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 تمام لكن انا بصراحة لما باجي اعمل سيستم لشركة لما باجي اعمل سيستم مانجمنت لشركات ف بصراحة ما باجي استخدمشي ال 49 processes بتوعت بتاعة البينبوك جاي ما اللي بعمل ايه هقول لكم بقى انا بقول لك بقى كورس ده انا بحاول اديك عمليا بنعمل ايه ف اول حاجة عايزك تعرفها ان انت هتبدأ تكاستمايز البروس بتاعتك بحيث ان هي ما تبقاش كتير او عمليا بقى يعني عمليا ما تاخدش ال 49 processes بتقول بي ام ايه وتحطهم 49 processes طبعا مش 49 بس لو خدت الادندم كمان والسافتي والحاجات دي هيطلعوا كتير هيطلعوا اكتر يعني طريبا هيوصلوا حوالي 60 عملية فال60 عملية اللي انا اللي البينبوك جايد بيعملهم لا انا بحيب اختصرهم اقل من كده تمام ايه مصحة وغلط يعني ما ايش هقول لك مثلا عدد كام وده يبقى الصح لا انا حاول اختصرهم وانا بعمل system development practically يعني يكون قابل للتطبيق للشركات طيب ايه هي بقى ال processes ديت يعني مثلا البينبوك جايد حطت مثلا فيه على سبيل المثال يعني ديكم مثال حط في ال scheduling مثلا حط عملية process اسمها plan schedule management وحط مثلا process اسمها define activities وحط process اسمها sequence activities وحط process اسمها develop schedule وحط process اسمها control schedule وحط process اسمها control schedule وحط process كثير اوي وحط activities يعني فالبينبوك جايد حط بروس كثيرة جداً للسكاجول. أنا بصراحة في كل الديفلوبمنت اللي أنا عملته للشركات عمري ما عملت كده. أنا عملت بعمل إيا بروسس واحدة اسمها سكاجول مانجمين. وبحط فيها كل اللي هو البينبوك جايد حطه ده. كتاب مترتبة لأن اسكاجول مانجمينت كبروسس هي حاجة قيلة قوي دسمة قوي. فهو ما يعرفش حطها في بروسس كجوه كتاب يعني. لكن تطبيقياً بنقدر. وبالتالي أنا بحط الاسكاجول مانجمينت مثلا كلها دي وان بروسس مسلا. أنا بعمل بروسس الاسكاجول مانجمينت. تمام? وهكذا. هتلاقي بقى عندي بصراً التسعير رغم تسعير البينبوك جايد حطه تلاتة. أنا برضو بعمل التسعير تلاتة. لأن فعلاً أنا بحتاج للتسعير ثلات بروسس زي البينبوك جايد. ما بقدرش عملهم حاجة واحدة. يعني في التسعير بينبوك جايد حطه. سوري في عندنا تسعير. فالتسعير دايماً أو يفضل يبقى فعلاً بروسس لوحدة او مينفعش ببروسس متجمع على الحاجة تانية. فالتسعير لازم يبقى الواحدة. فالتسعير ده بيبقى او بروسس. الميزانية البودجت برضو ما ينفعش لا تجمع تانية مؤتمرishi كواليته يحبب. الوضع بتبقى عملية. والوضع عملية كواليته. او ممكن تحط البوضجيت و الوضع مع بعض. يعني تمشي لكن يعني ممكن تخليه منتصليه. الوضعني نفس الكلام الوضع عملية دائماً بنعمله في عملية. اما الوضع كواليته او الوضعي او الوضع نفسه. ببقى عملية ثانية. انا بس بحاول دايما زي ما تركو جماعة بحاول افتح لك الموضوع بطريقة تفتيح مش هتلاقيه في حتة عشان هو ده اللي نعايزة تدولك كفالي وبعد كده الحاجات التانية ممكن تقرأها بقى وتكمل خلاص انت هتبقى خدت البيز اللي تنطلق مني تمام يبقى كده ايه احنا نرجع تاني يبقى عندنا وانا ببني وانا ببني المنهجية عشان برضو الوقع او اللي سرح انا ببني منهجية لمؤسسة المنهجية ديت بعد ما عملت وعرفت المؤسسة دي عايزة ايه وعملت الاس از والتو في والجابة والجابة فعشان نبني المنهجية لازم اعرف العمليات اللي هشتغل عليها وعرفت يعني ايه العمليات اعمل عمليات للسكاجول والكوز والكواليتي والريسورس والسافتي وهكذا حلو او اعتقد كده انتم ايه ماشيين معايا معقول هنمسك بقى العملية ديت ونبدأ نطلع لها الكلام ده هاخد بقى مثال الوقت يتلاقي الموضوع ما شاء الله بتفتح بقى اعتقد يعني انا بقى دايما حطت نفسي مكانكو وب احاول اشوف الكلام اللي انا بقوله هيبدأ يركب مع بعض ويبدي نتيجة ولا فاتلاقي الكلام بدأ دلوقتي ايه يوضح هتلاقي بقى ايه ناخد مثال نقول مثلا بروسوس زي بروسوس مثلا السيفتي انا عايز اعمل شغل سيفتي محترم في شركتي اقول لك جميل قوي يبقى اول حاجة عايزت تعمل بروسيدورز عايزك تكتب انت هتعمل ايه في السيفتي تمام البروسيدورز دي يا جماعة لو انت مش هتعملها زي ما اتفقنا الايزو بيقول لك ممكن ما تعملش البروسيدور بس خلي بالك لو مش هتعمل البروسيدورز لازم تحل محلها حاجة مهمة جدا عايزك تبقى لكو برضو عشان ما تتنسوهاش ان شاء الله بقى اعدل البروسيدورز انا موافق وانيبقى ماشين مع الايزو جديد لكن لازم تحط حتة مش هتبدأ تتحل في الحاجات البقية ليه ايه بقى الابل ساميها الار اندر ارز الروز ان رسبنسيبوليتز انت تبقى موجودة في البروسيدورز تمام وفيه ناس تقول لك لا هي البروسيدور فيها كل الكلام ده جميل انت مش مهم يا جماعة الترتيب والتنظيق دي بقى حاجة انت يعني فيش مشكلة يعني واحد يقول لك لا البروسيدور جواها كل الكلام جواها البروسيس دياجرام وجواها الفورمز وجواها اللوجز وجواها خلاص يعني لو انت عندك الحاجات دي موجودة بقى انت بتعمل انا بقول عليه انا يعني ما بقول لكش اقسمهم او جمحهم دي حتة بقى فنية بتاعتك يعني انا بحاول اقول لك ايه المفردات اللي لازم اطلع بيها عشان اقول انا بعمل system development تمام فانا هاجي تاني عندي safety فلازم اعمل البروسيدورز للسافتي عايز اعمل البروسيس ف امتى وكم واحدة يحضر وبعد ما بياخدوا safety induction بيه اللي بيحصل بديهم كرنيهات ده اخش بقى الموقع لو ما عندوش الكرنيه ده بيعمل ايه ولا وضع بروسيس جاسب كل حاجة تبقى محلولة في البروسيس فلو بتاعي تمام طيب اه الناس عشان تسجل مش عارف ايه اه عايز مثلا واحدة يخش على confined space فيه فورمة بيملاها اه طب اين الفورمة شكلها ايه لازم تعملها طبعا عافين confined space اللي هي اماكن المغلقة زي خزان مية مثلا واحدة يخش ينظف خزان او يخش يلحم خزان مقفول ففيه safety precautions عايزة تتاخد فهل فيها فورمة اه ليها فورمة شكلها اعمل ازاي لازم تبنيها في system development بتاعي تمام وهكذا logs زي ما اتفقنا بقى يعني ايه logs تلكم مجمع الكلام ده بقى ايه في جداول عشان سهولة الرجوع cam safety induction زي حصل مين اللي حضر مين اللي محضر كل الكلام ده لازم تجمع في logs لان كل واحد ليه فورمة هتبقى صعب جدا التعامل معها كاحصائية طب الريبورتات الريبورت بتاع safety انا هبدأ الريبورت للمانيجمنت ايه يعني ايه LTI lost time incidents ويعني ايه LTI مش عارف بتسوي cam ويعني ايه العدد الساعات اللي اهدرت ويعني ايه ويعني ايه وحاجات بكلها لازم تتحطف مجموعة الريبورتات وتدي معنى ليه صحاب القرار لان خلي بالك برضو الريبورتات يا جماعة عشان برضو هي مش مش زي بعض الناس فاكرة انها تضيع وقت وشوية ارخب لها خالص الريبورتات دي معمولة يا جماعة لما ان شاء الله تبقى راجل بتاع بي قوعدوكو عنده business راجل بتاع صاحب business او راجل شيرهولدر او راجل CEO او في مركز المراكز دي الريبورتات دي بالنسبة لك هي النفس بتاع انت بتعافش تنفس من غيرها انا اعرف ازاي البزنز بتاعي ماشي كويس ولا ماشي غلط ولا بيلبس في حيطة ولا بيكسب ولا بيخسر ولا لان احيانا المعلومات اللي هي اللي بتطلع العادية دي بتبقى غلط او مش غلط يعني لا يعني تديش الانديكيشن الصح فلازم يخش شوية محفزات في المعلومات عشان تدي متخذ القرارات اتجاه اللي هيبدأ ياخده او القرارات اللي الفرود ياخدها بسرعة تمام زي مثلا ان شاء الله مش رحلكو في ال cost management كله في الزبالة ولا يديني اي معنى ولا ايه اللي يديك المعنى لازم تريبورت ال cost بما يسمى بال earned value لازم تريبورت ال cost بما يسمى ال accruals حاجات بقى ان شاء الله لو جيه وقت ابقى ايه او جيه فرصة سواء في المخاضرتين الجايين او في الكورس لو احنا هنعمل كورس كامل ال management بسرحلكو بالتفصيل بس من غير المعلومات دي اياتو من غير المحفزات دي الريبورت ملوش اي قيمة ويرميه في الزبالة فاذا الحاجات دي كلها لازم تحطها في التقارير بتاعتك اللي انت هتبدأ تعملها وال templates وال dashboard يظهر في ايه والindications اللي انا عايزة تظهر فيه واكذا واخر حاجة بقى عندي key performance indicator زي ما اتفقنا انا امتى اقول ان انا السيفتي مش عاجبني ما انا اعمل لك بقى زي الراجل اللي دخل على البيض المحارة وقال له الشغل مش عاجبني والرجل قال له مش عاجبك ليه بش مهندس ويقعد وحط له الادة على الحيطة بصراحة فيديو جميل يعني طيب انا بقى مش عايزة تعمل كده فمش عايزة تخش على الراجل تقول لك السيفتي مش عاجبني الناس متعورين يا بش مهندس وما يفعلش كده الناس تتعور والناس مش عارف كده مش عاجب اسمها كده لا لازم يكون عندي مؤشرات بتقول انا ماشي صح ولا غلط طيب المؤشرات دي بتجي منين واحد بقى يسأل سؤال الظريف ده خلي بالكوا يا جماعة ال KPI بيخش في تكوينها حاجة مهمة جدا جدا لازم تقرأ عنها اسمها البينش ماركينج البينش ماركينج يعني ايه البينش ماركينج ديت البينش ماركينج يعني انا ماينفعش احط معايير عشان اقول ان نجحت معايير لا يمكن تحقيقها او تحقيقها ممكن يحيد يحيد العاملين عليها عن الهدف وده بيحصل كتير جدا يعني كنت تبدي مثال في محاضرة الكواليتي ممكن نقول لك دلوقتي بمناسبة ال KPI وازاي تحط ال KPI انت لما تيجي مثلا تركب تكييف في البيت فواحد يقول لك انا احط انا بس تبدي مثال كده يعني مش هو يعني بس عشان نفهم بالقصة تقول انا عايز تكييف شارب مش عارف كم قصان مش عارف لونه ابيض مش عارف ايه تقول اه هي دي بقى المعايير اللي انا هستلم عليها التكييف والتكييف يكون بسقعه بالدرجة السوقية مش عارف كم زي ما هو كل الكلام الجميل ده جي الراجل بتاع التكييف ركب التكييف جيت تمسك الورقة بتاعتك لقيت كل الحاجات موجودة التكييف شارب مش عارف في اتنين حصان لونه ابيض شغاله بسقعه جميل اوي بس لقيته على الحيطة متركب مية تقول مش عجبني يا بشوانت نفس بقى الكلام ونرجع بقى الكلام لا لازم يكون عندك في الKPI محطوط كل المعايير بما فيهم ان انا اركب التكييف عدل على الحيطة طب اعدل دي برضو كلمة مية مش كلمة professional واحد يقول لك اما هو لا يعني عدل على الحيطة يعني مثلا يوازي السقف مثلا او عمودي على الحيطة اللي جانبه بنسبة درجة تسعين درجة اقول لك اه كده بقى الكلام جميل اوي هيجي واحد بقى بعد ما خلص يقول لك يا عمه هو تمام يقول لك يا عمه مش تمام تروح جايب ميزان الليزر بتاعك وانت بقى ما شاء الله جايب جاز الليزر من اليابان حديث جدا يقول لك لا دي درجة الميل التكييف 90.00001 لا يبقى انت مش الله طب انت فعلا محتاج ان انت تزبط درجة ميل التكييف او زبط التكييف ب90.0000 لا طبعا يعني عشان تعمل كده بقى عايز تجيب اجهزة عشان تزبط التكييف ده بتامنه فلا مش هينفع فاللي بيحصل ايه ان انا بحط ال KPIs بتاعتي على الPinchmark الPinchmark يعلي ايه زي يقول ايه هو الناس بتعمل ايه المؤسسات التانية بتعمل ايه الشركات بتعمل الاصول بتعمل ايه يعني في المثال بتاعنا ده عين الانسان بتشوف خطأ قدره قد ايه المعماريين عارفيني الكلام ده المعماري يقولك اه فيه نسبة خطأ العين بتشوفها خلاص انا عايز يبقى فيه نسبة خطأ في ال KPIs بتاعتي زي ما العين بتشوف لانها مش محتاجة اكتر من العين ما تشوفش لو فيه خطأ موجود فيه المهل بس فالمعايير دي والPinchmarking ده مهم جدا يعني منيج نعمل بزات المشاياات الضخمة تطلع KPIs مصبوطة او حتى لما تيجي تعمل شركة مثلا لما تيجي تعمل KPIs لشركة مأولاد صغيرة ما تاخدش Pinchmarking من شركة مأولاد كبيرة ما تاخدش لو انت شغال في المأولاد ما تاخدش Pinchmarking من الأولاند جاس عندهم KPIs تانية خالص لنفس النقطة ليه لان المعايير مختلفة لان الابروتش مختلف لان النتائج اللي احنا عايزينها في الاخر مختلفة وبالتالي KPIs بازم تطلع مختلفة طيب اخر حاجة بس عشان نبقى اقفلنا موضوع KPIs يا جماعة انا مقدر شقيس اي حد لما يكون معايا KPIs فبينفعش تقفل اي بروسس وتعملها development بغير ما تحط لها KPIs وإلا يبقى انت مدتنيش الاداء او الطول اللي اعرف اقيم بيها اداء الناس اللي عملت الشغل بعد ما يخلص في مرحلة فأي بي سي كده انا عايز لكل بروسسس KPIs بتاعتها حلو كده يبقى جميل اوي لو احنا وصلنا النقطة دي يبقى جميل اوي ايه اللي نقطة ان انا عرفت تاني ارجع تاني بسرعة ان انا عشان ابني منهجية لازم احضر للمنهجية بالجاب analysis وبعد ما احضر للمنهجية ابدأ اعمل system development يعني ايه system development يعني انا امسك اقول البزنس بتاعي او شركتي ايه البروسس اللي هي بتستخدمها بنعمل schedule manage بنعمل cost manage بنعمل quality management بنعمل construction management بنعمل risk management شوف اللي انت عايز خط البروسس ديت بالطريقة اللي انت عايزها وخلي بقى تاني ما فيه صحة وغلط تاني وهمة جدا ما فيه صحة وغلط انت بتحط البروسس على حسب ما انت عايز او حسب العميل عايز لو انت بتعمل الكلام دا لشركة وانت طبعا بتديره الادفايز طبعا فيه طبعا يعني زي بقوله كده اسرار او secret او thiccat لازاي تبني مجموعة البروسس افضل واحسن ودي مش هدمان بقى الا في ايه في لما تيجي تعمل ان شاء الله وتخش في الموضوع بشكل اقوى ممكن تبالج بقى الحديث المهم في الاخر بتكون خريطة اللي هي بسميها road map او خريطة الطريق بتاعة مجموعة العمليات تمسك كل عملية منهم وتبدأ تبني ال procedures وال process flow وال forms وال logs وال reports وال KPI تمام طيب بعد كده بنيجي بقى لموضوع system implementation ايه هو موضوع system implementation ده بقى طبعا كده اعتقد بنسبة كبيرة جدا اللي بيسمعوني دلوقتي عارفوا يعني ايه system development system implementation بقى ان انا هبدأ اطبق الكلام ده اطبق الكلام ده يعني انا مثلا لما اقول لك انا 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 عملت لك process لل schedule طب فين البرنامج الزامني ما فيش ايه ده ما لنت كنت تعمل ايه انا عملت لك process انا عملت لك system انا عملت لك هتعمل الكلام ده ازاي انا عملت لك الطريقة اللي هتستخدم انا software وكل الكلام ده انا عملت لك لكن ما عملت لك schedule لسه لما عمل لك schedule بقى ده اسمه system implementation ان انا بقى هبدأ اطبق ال system هبني system هملة البيانات وهملة ال forum وهملة template اللي هو بقى بتيجي في مرحلة التشغيل للمشاريع طيب واخر حاجة تاني ال automation بقى ان احط الكلام بقى ده كله في software بحيث تساعدني في عمل الكلام ده طيب حتة مهمة جدا دك كيرا هكتبها مهم انا ك project manager انا ادوري ايه في المشاريع اعمل system development ولا system implementation ولا system automation طبعا السؤال ده لو حد سأله يبقى لو حد سأله في غير محاضرة يعني يبقى حد سازج ومش فاهم حاجة تمام احنا بسأله في المحاضرة عشان احنا لسه بنحاول ان نفهم موضوع مع بعض لكن فيش سؤال كده سؤال انا قلته ده اصلا سؤال غلط ده سؤال غلط ما ايه هو السؤال الصح احنا عندنا انا project manager انا بروح لشرك بقولهم يا جماعة انتو طلبتوني عايزين مني ايه وليد احنا عايزين نوظفك عشان انت هتبقى project manager ايوه يا جماعة project manager ايه بنبني مجموعة عمارات كده وعايزين انك انت تمسكها يبقى الناس دي اوتوماتيك غير ما يقولولي هم عايزين نعمل ايه ايوه انا سامح حد بيقول system implementation يبقى الناس دول عايزين ناجي اعمل لهم system implementation تمام بص الحتة يبقى الناس عايزين اعمل system implementation عندهم مشروع وعايزين اشغال الله يعمل system development ايوه جميل اوه بقى السؤال ده هنا بقى انا اسألهم بقى انا الاسف يعني اقول لك يا عم احنا عندناش حاجة انت تيه كده تنظان تعمل لا هنا بقى يبدأ يظهر احتياجنا للإيه للsystem development طب هل انا بقى project manager جاي ادير مشروع وعمل له system implementation طب ما ما فيش system اروح اعمل لهم development الاول طبعا مش حاجة اسمها كده برضو لو حد قالك بيعمل كده برضو مش فاهم معناش ولا عمره طبق الكلام ده في حياته يعني فيش حاجة اسمها كده يعني انا مستحيل مستحيل هروح مشروع واعمل للمشروع او اعمل للشركة system development بقاش على مستوى المشروع يا جماعة بقى مستوى المؤسسة فمستحيل اروح شركة عشان ادير مشروع اروح اعمل لهم system development وبعدين اعمله وفيش حاجة اسمها كده وانا ما عنديش وقت وما اعمل ايه قالك اول حاجة الشركة تعمل development وانا اعمل implementation اما هدور المشروع بقى زي ما يقولوا كده بلدي وستقول لك يا عم يا بلدي ايه انت سيبك يا عم هما ما عندهم انت عندك فيش حاجة اسمها كده برضو وبرضو ما هو ده اللي مبوز الموضوع ومخلي الموضوع كتير من الناس حتى على مستوى الناس مش هذكر اسماء والناس من التقال او في المجال بس مع الفترة اللي فاتت سيبنار زي اخترا جدا لأسماء تقيلة مش عايز اذكرها طبعا لان كل احترام ليهم بس الناس فعلا عندهم مشكلة كبيرة جدا اللغبطين الدين ببعض السيستم دي شغلانة يعني لو انا اروح اعمل سيستم دي شغلانة انا مش هعمل حاجة تانية ولا انا ولا غير يعني يعرف يعمل حاجة تانية لو هو بيعمل دي شغلانة هاقعد اعمل يعني بعض الشركات بدون ذكر اسماء عدنا سنتين وثلاثة نبني دي دي اعمل 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 development بس لشركة لمؤسسة فدي شغلانة دي هتبقى انت project manager جاي تعمل بس system development تمام ولما يبقى في system development ان شاء الله بقى اي حد ييجي من project managers المحترمين هيبدأ يعمل implementation للسيستم ده على المشاريع اللي هو هيدرها واحد يقولك لا ياعم انا راجل معلم انا راجل PMP certified ومش عارف انا هخش implementation وهنا ما فيش حاجة سميكت تاني مش حاجة سميكت يعني مش هتقدر انت مش تقدر ليه لان الا بقى لو مشروع صغير اول حاجة كلام فقط انا مكلمش على كده الكلام مشروع محترم مشروع محترم ما عندكش وقت انت project manager ما عندكش وقت نهائي لتعمل لا يبقى انت يبقى system موجود يما تشتغل بالطريقة البلدي ان الناس عندها ايه قص ولازق شركات برضو شماعة بدأ مزيرو عندها شوية حاجات يعني فالشركة عندها شوية حاجات فتشتغل بها وبتحاول ترتبها وتنظامها على قد ما تقدر بس تستراجل عشان كده project managers في المشاريع الكبيرة لما بيكونش وراهم system development او system develop بيخدمهم بيتعبوا قدوا مرتين ثلاثة لو كان بيشتغل على حاجة متحضرات صحة يعني مش غلطته مش عيب خالص صراحة يعني الرجل مش عيب وراجل عمل كل يقدر عليه في حدود الموجود الامكانات الموجودة اللي هي system ما كانش develop صح كان شوية حاجات من الموجودة في بعض الشركات كده حتة من هنا على حتة من هنا قص من هنا على اللزق من هنا على فكرة من هنا على طريقة من هنا يعني لو مش عايز اقول عكا اولا لان فيها حاجات بتبقى برضو معتبرة لكن في الاخر كتوتل كده بيبقى مش كلام ينفع يتبني عليه مشاريع ضخمة بنتائج كويس طبعا انا عايز برضو اقول لكم على بس مش دلوقتي يعني اتفكروني بقول لكم على مجموعة من الاحصائيات لان انت ممكن تكون برضو شايف الـ خلط ودي برضو مدياك حيود عن الكلام المهم يعني ايه يعني فيه ناس كده جدنا تقول له وانا المشروع بينجح ازاي اقول لي يا عم المشروع يعني خلص في الوقت ومش عارف ومش عارف ايه يبقى انت كده نجحت وزي فيقول له لا فيش حاجة اسمها كده الـ بتبقى اضق من كده جماعة يعني اهديك مثال انا ممكن في مشروع وهديك مثال حقيقي هديك مثال لقصة حقيقية مشروع البجت بتاعه تحقيق ومثال هديكه بالارقام بالاسماء بكل حاجة مشروع يكون اتعمل بميزانية بص بقى الرقم اللي انا هقول لك اخد بميزانية باكشوال كوست عد الميزانية تالت مرات ينهر بيض مش خمسة في المية وعشرة في المية لا 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 تالت مرات يعني المشروع كان محتوط له ميزانية مثلا ميت مليون مش خلص بمية وعشرة ده خلص بتلتميت مليون ينهر بيض هاتوا بقى البروجيكت مانجر ده ويعدموه لا ايه رأيك بقى البروجيكت مانجر ده خد من الشركة مكافأة قيمة جدا وتقرم على مستوى الشركة ايه عامل بتقوله ده زي اه يمكن فيه باري لا لا هو نفس المشروع بنفس الاسكوب بنفس كل حاج لا لا فيه حاج غلط تمام فيش حاج غلط فالإيه اللي حصل يمكنكوا القصة بسرعة جدا عشان ديها توريك يعني ايه ويعني ايه ويعني ايه ويعني ايه لما يكون فيه ممكن يخدمك وممكن يطلع طب خلي القصة دي معلش شوية عشان انا يعني مش عايز الوقت تضيع في القصص بس خلينا احكيلكم القصة دي واحكيلكم قصة تانية بعد شوية بس في السياق يعني او في السياق اكتر منك ده المهم في الاخر احاول اقولك يا جماعة ان ان لو انت ما عندكش سيستم ديفيلوب كويس في المؤسسة وبدأت على طول تروح شركة وتبدأ تنفذ مشروع ديفيلوب اللي هو سيستم ديفيلوب قوية ممكن تطلع عطاك سيئة جدا والنتاج دي معناها فلوس كتير جدا يعني امثال اهدالكو ملايين والله يا جماعة ملايين ملايين بتهضر بذات المشاريع الكبيرة بسبب شوية كلام فاضي زي اللي انا بقوله انظر طيب احيانا بقى لما بتعمل الديفيلوبمنت وتيجي تعمله بتلاقي في صعوبة وبتلاقي فيه اهضار للوقت وتلاقي فيه ممكن تقولك يا عم ده ايه ده ده الموضوع بدأ يتقلب ضده بدأ الكلام ده عشان يتنفذ بيخسرنا بيعمل ويست يبقى انت برضو مش فاهم مانجمينت تاني ان برضو الحتة دي زي الكواليتي كده اللي بقى تشرح الكواليتي الناس قولوهم يا جماعة كل علوم المانجمينت ايه عبارة عن بلونة لو دستها من حتة هتطلع من حتة تانية فلازم تعمل بالانس وإلا تضرب منك يعني ما حدش يختلف ان الكواليتي كويس لكن لو عملت الكواليتي زيادة عن اللزوم انت خسرت الشركة وخسرت المشروع الله انت كنت قوليك كواليتي ده اه طبعا وعلم ولازم بس ليه معايير وليه أصول وليه وزن معين بالمسطرة بميزان الدهب لازم توزن انت هتنبول في قد ايه وهتبدأ تطبق الكلام ده لأي مرحلة وتطلع كيبي ايز عشان تقدر في الآخر مايبقاش الموضوع ويست للطايم والمجهود والفلوس تمام نفس الكلام في احيانا تلاقي نفسك بقى ايه وانت بتعمل الامبليمينتيشن لا ده في ويست كبير بيحصل الله طب نعمل ايه قالك هنا بقى يخش دور الاوتوميشن الاوتوميشن ملالين بتتدفع فالاوتوميشن بتديك نتائج عظيمة عظيمة لو انت يعني لو تدرون الاوتوميشن بقى بيصرع يعني بدل ما خمسة بيعملوا الحاجة لا ده واحدة يعملها لان الاوتوميشن بيخلي الكمبيوتر بالاليات بتاعته بامتانياته خلاص بقى بيشيل عنك كتير جدا جدا وموضوع الاوتوميشن تطور جدا وبعدين بدأت تخش فيه حاجات يا جماعة لازم تبدأت عرفوها الحاجات بدأت تطور جدا في مجال الاوتوميشن وبدأت يدخلوا الاي ااي مثلا الارتيفيشل انتليجنز فبدأت المواضيع يطلع فيها يعني يعني فعلا يعني توفر عمالها كتير جدا وموظفين كتير جدا لو عملت اوتوميشن مصبوط وبالتالي شوف انت لو وفرت بس موظف واحد بياخد مثلا عشرة ولا وتيفر في الشهر ولا عشرين ولا حسب العملة طبعا بتاعتك فشوف قد ايه ممكن توفر لكل موظف بحيث ان انت في الاخر هيقدر يأثر فيه البروفيت بتاع الشركة وبروفيت على المشروع عن طريق ان انت تعمل اوتوميشن مصبوط فالاوتوميشن هو ان انت بقى تبدأ تعمل بروغرامينج وتبدأ تعمل سوفتويرز وتبدأ تستخدم تولز تسهلك الكلام ده تمام انا عارف ان انا عدت وزدت كتير قوي لبعضكم يعني لكن عليش انا عايز بس اثبت الكونسيبت ده عندنا يعني ايه مثيدوليجي ويعني ايه ستيجس للمثيدوليجي تمام طيب خلاص انا مش عايز بقى عيد ده تاني لان انت شكلوك كده زيقتوا من الموضوع ده جدا هقولكو بقى قبل ما ابدأ اكمل هخش فيه موضوع البلانيج تمام اللي عايز اقوله ايه ده لوقات يا جماعة ان خلاص انا بعد شوية هقفل او هنبدأ اللي عايز اقولكو بقى عشان المرة جاة ان شاء الله هنبدأ نجاوب بقى على القصص ديت بطريقة عملية اول قصة حقيقية حصلت القصة ديت حصلت في احد المشاريع كانوا بيبنوا مصنع تمام قصة حقيقية وانا كنت يعني عصرت الكلام ده وكنت انفولبت فيها يعني مهم كانوا بيبنوا مصنع والمصنع ده مفروض كان يخلص سنة 2013 المصنع ده كان بي 1.3 بليون بليون دولار اضرب بقى لو في مصر اضرب في 16 ولا ما نعرف كان اتخيل الرقم طيب المصنع ده كان مفروض يخلص 2013 فجم في اول 2013 اخر 2013 جم في اول 2013 وبدأ يقولوا يا جماعة المصنع ده اخر السنة هيخلص قالوا تمام اكد يا ابني فين البرنامج الزمني فتح خينة البلانر والبلاني انجينيور فتح البرنامج الزمني اه يا سي او يا صاحب الشركة هنخلص اخر السنة طيب جميل يا طيب ما احنا اخر السنة المصنع هيخلص يا جماعة عايزين الناس اللي هتعمل او بريشن للمصنع طبعا مصنع ضخمة ويطلع منتجات ضخمة جدا حاجة كبيرة طيب احنا نبدأ نعمل كامبين عشان نبدأ نعين الموظفين اللي هعملوا او بريشن طيب يا عم بدأت الناس ايه مشكورة تشتغل بتاع الركوتمنت لو يعينوا ناس والموظفين وابريشن المانيجر ومينتنانس مانيجر وي 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 للمصنع عشان بعد ما يخلص اخر السنة يكون الموظفين جاهزين لسطاف بتاع الابريشن جاهز شغل المصنع طيب الناس دول بدأوا ييجوا واحد واحد كده ما همش يقدروا يجيبون كلهم فيهم واحد يجيبونهم شوية شوية ويدوهم طبعا مرتبات طب يا عم هم بيشتغلوش ايو يا عم انا خلاص بيحضرهم بنتبهم بس لازم ييجوا عشان مش مشكلة ما المصنع ان شاء الله هيشتغل وهيعوضنا كل الكلام ده جميل ما فيش مشكلة بدأت الناس دي تيجي بدأت الناس دي توصل لمرحلة ان هم تقريبا تسعين في المائة من الستاف بتاع الاوبريشان تعين بدأت الناس دي تاخد المرتبات بتاعتها المرتبات دي كانت رقم يخد بس مشكلة احنا عندنا انتاج وعندنا ويطلع كل كل كلام ده يعد مش مشكلة ماشي يعني بس رقم كبير طيب ما فيش مشكلة ما احنا نشتغل هنعمل ايه يعني لا ما هو كده صح طيب حلم قعدوا الناس يدفعوا المرتبات لغاية ما جيه شهر اتناشر الفين وتلاتاشر يلا همعلم بقى سلمونا المصنع عشان نبدأ نشتغل راح المصنع ايه المصنع لسه مخلص يا انا ارى بيض مخلص ازاي مخلص يعني معلش اتأخذ طيب هيخلص امتن يلا ان شاء الله كمان تلات شهور طيب يا عم معلش طيب الناس اللي احنا جيبينهم بدول قاعدين يلعبوا سوليتير وقاعدين يلعبوا مش عارف الالعاب اللي هي تاعت الموبايل دي طيب ما هنعمل ايه معلش طيب تلات شهور قاعدنا او قاعدوا يعني تلات شهور خلص يا عم يلا يا عم يا لس هيخلص كمان شهرين ينهارا قبيض راحوا الراجل ممشي البروجيكت منيجر كارس يا بروجيكت منيجر تاني البروجيكت منيجر التاني ده اللي جي قالوا له بص يا عم هنزيل المشروع ده يخلص من ست شهور فاتت قال لهم حاطر خلصوا لكم تخلصوا لنا في قد ايه في ثلاث شهور اه ماشي تولوا ثلاث شهور عدد ثلاث شهور واللي خلي بقى لك كل ده عدين يدفعوا البروجيكت منيجر التيم والمصنع بيدخلش فلوس وخسائر وبلاوي كارسة ملايين بقى عدتتصرف ملايين مش ألافات يا جماعة الله ملايين ده كلام ده كلام حقيقي والأسماء وكل حاجة مهم راحت بعد الثلاث شهور يا عم فين يا عم لما خلص راحوا مفنشين الراجل ده تاني وهم بقى خلاص بقوا بانك جدا الإدارة والمجلس الإدارة وصحاب الشركة طيب راحوا جايبين برايجيكت منيجر تاني قالوا بس كنا بقى احنا ايه قبل ما يبدأ يشتغل نسأله قولوا يا عم بص كده روح شوف لنا الدنيا كده عاملة ايه وقل لنا هل البتاعة ده يقدر يخلص ثلاث شهور عشان قبل ما يخش في اي حاج الراجل راح بص على الشغل يجي قال لهم يا جماعة لا الموضوع ده مش هينفع يخلص ثلاث شهور ينهر ابيض طيب راحوا مفنشينه قبل ما يشتغل أسطر يبقى انت بقى ما تفهمش كلام الله قصة حقيقية يعني ممكن يكون مزود كده عشان بس تبقى القصة لها شكل بص هي فعلا قصة حقيقية بالتفصيل بتاع حد المهم رحت انا بقى الشرق المشروع ده انا كنت انفولبت بقى بالنقطة ده رحت انا المشروع ده جابوني فيه وليد حكولي القصة اللي انا حكيتها لكو ديت باختصار يعني حكولي يوم ما بالتفصيل يلا وليد ايه رأيك المشروع فالشباب هناك قال لي خليبانك وليد لو قلت لهم المشروع هيخلص في ثلاث شهور هيخلص وهيخلص ويذهبون من فنشين ولو قلت لهم المشروع ليس يخلص ليس يشغلوك اصلا فانت ايه شوفت قلومي يا طبعا انا يعني من غير ما يقولي كده انا كنت عارف اقول لي كنت عارف انا ولا اقول ده ولا اقول ده والصح ايه بقى الصح ان شاء الله نبقى نتكلم فيه بعدين بس ايه المشكلة سيبك بقى من الصح ايه وان شاء الله الحمد لله المشروع ده انا روحته والحمد لله خلص واشتغل المصنع و لكن انا عايز اقوله هنا ايه ان شاء الله ان الاول قبل ما اقول لكم الحلول والحاجات عايز اقول لكم هو ايه المشكلة عارفين ايه المشكلة ضمن المشاكل اللي هي حاجة صغيرة جدا بتلاتة مالين كتوفرت ملايين الدولارات اقول لكم في حاجة ما حصلتش في اول مرة لما سألوا وما بتحصلش على فكرة في معظم المشاريع الاسد يعني لما سألوا اول مرة وقالوا يا جماعة المشروع هيخلص امتى واحد يقول لك ايه ده ما قالوله 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 تفتحوا البرنامج الزمني وقالوله المشروع هيخلص اخر 2013 ايوة لا لو انت بقى عندك نالج عندك العلم عندك اللي انا بقول عليه بقى الكلام ده في سؤال تاني لازم يسئل في المشاريع اللي زي كده ايه السؤال ده السؤال هو ايه هو نسبة احتمال للمشروع هيخلص لو انا لسي او يعني هنسأقول لهم هو نسبة احتمال للمشروع الذي يخلص في 2013 كان في المية وما تضرب ليش رقم ده ليها طريقة علمية لحسابها طريقة بيسموها المنتقارلو اناليسيس علم اسمه المنتقارلو اناليسيس وان شاء الله بقى اشرحو لكم لانه ده يعني مش مسهل ان انت يعني مش سهل لحد اشرحولك يعني انا اعرف اشرحولك ازاي ان شاء الله في كل سهولة فعلم المنتقارلو اناليسيس ده علم وليه برامج وليه صوفت ويرز وليه يقدر يديك المعلومة الغريبة الجميلة دي بملاليم وكانت وفرت ملايين انه هيقولك كان هيقولك ايه بقى لما انا عملت التحليل ده لما روحت بعد في وقت القوان طبعا وشكدا بقولك ان ان انت لما تاخدش الاكشن في وقت المناسب بيكون او العلاج بيبقى غالي قوي 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 فهنا العلاج كان غالي لانه خلاص الوقت فات فلو جينا بقى بالراجع قلتنو يا جماعة لو كنت جبتوني في 2013 كنت عملتلك الاكسرسيز ده لانا عملته ساعتها بس بالمعلومات بالراجع المعلومات طلقتلي ان نسبة احتمال ان المشروع يخلص في اخر 2013 صفر في الماء صفر في الماء يعني مشروض عمره ما يخلص في 2013 يبقى ازاي انا ابني واجيب على معلومات احتمال حدوثها صفر في الماء مستحيل تمام وبالتالي بلازم اعمل منتقاله اناس المشاريع دي وطلع نسبة الاحتمال بتاعة حدوث الحدث بطريقة طبعا زي ما تركوا علمي حل فاذا ده العلم ده ازاي بتصخر اللي احنا بنقوله ده فان انت تاخد به ديريكشنز تعمل به تعمل به تعمل به هو ده المدير هو ده المانيجر شكرا انا اقف لغاية كده النهاردة ونفتح باب الاسئلة عشان نعارف الوقت ده وقت متأخر عند بعضوكم جدا شكرا 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 حضرتك ومحاضرة رائعة اللي عندي سؤال بس يعمل ريس هاند والمان سوليد اياه معي واللينك هو بتاع تسجيل الحضور لو حد عايز يعملو سلام عليكم ماضح الصوت سلام عليكم يا رب مرة ثانية استمتعنا بهالامسي الجميل معاك الله يجزيك الخير يا رب الله يخلي يعني شرح كتير كويس وبين انه من ناحية عملية متل ما تفضلت حضرت اكش قد واحد ما اخذ كورسات حضرت زيمنار ما بهال مستوى او الادراك تقدر بياخذ المعلوم جزاك الله خير طيب هلا انا عندي سؤال وسؤال لو دي ارجع خليني اقول ستيج لورا بالميتدولوجي تمام اربط من وجهة نظرك العملية او خبرتك البوليسز طبع المؤسسة يعني شون خرج اربط انا بناحية عملية سياسات المؤسسة بالميتدولوجي اللي انا بدي طالعة ايش اللي عندك شون عملية الربط تقدر هيك تفيد نا بها حلو جدا حلو جدا السؤال ده ومتاز ما شاء الله انت كده فاهم الموضوع جدا من ضمن مهام الشاطر انه هو يربط طريقة ادارته المشروع بسياسات المؤسسات بتاعت تمام المؤسسة تبقى عندها بولوسز عندها فيجن عندها ميشن والبروجيك هو حلقة الوسط اللي بيأخد الكلام ده وينقله عنده في المشروع تمام فمن ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها كتولز فيه الوسوات اناليسيس اللي هو ندرس فيه السترين والويكليس والابرتونيك والثريت ده من جزء برضو بيبقى في الريسك ان شاء الله يعني اللي بتاعت به الكلام ده وتبدأ تنقله طب انا برضو بحب بسط للناس اللي معانا اللي هما يمكن مش يعني لسه بيبدأوا في المواضيع او جداد يعني في علم الكلام ده هقولك بسأل بسأل بسيط جدا كان فيه بسرعة كده احد البروجيكت مانجرز اشاطرين جدا في مجال الكونشركشن جدا اسم يعني الراجل ده راح اشتغل في شركة اتفنش بعد شهر ونص على طول انه اسم كبير جدا اللي هو يعني راح اشتغل الكونشركشن مانجر وهو اسم يعني فالناس كانت بستغربة جدا الاجابة كانت بساطة انه هو انت مثلا شطرتك ازاي تضغط على المقاول ده وتتكشف الزباط بالشكل ده وما تدفعش الـ ده 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 وتأخر على ده الواجه الواجه راح ده لو الناس اللي بيدونا التبرعات عرفوا ان احنا بناخر المقاولين وبنكل ومش بناكل يعني اللي هو شغل بتاع المقاولين ده كارثة فرح نفنشونه عطول فده مثال اللي حدق بتقوله بالظبط انه مقدرش مع الشغل اللي هو بيعمله ففي ان شاء الله طول زي تبدأ تتحط عشان تعمل بشكل قبل شكرا ياسي يا بارك افوا اي مواندس عمر مين اللي بعد دكتور إبراهيم معطل دكتور إبراهيم السلام عليكم بش مواندس عليكم السلام وفت بركاته بارك بيك رب مالشي واسؤال يعني باردو استكمال لبش مواندس الاخير ده يعني على سبيل المثال أنا كبروجيك ديركتور في المشاريع عندنا يعني 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 على سبيل المثال أنا باب العادة بتاعك وانت عارف يعني ما يحتاج يعني كل اللي خلالتك تكلمته موجودة بس في عندي يعني أنا يعني أنا أنا موجود في السعودية على فكرة وشغل في السعودية وكل شغلي مع الشركات الأجنبية والجهات الحكومية يعني بعض الشركات اللي أنا اشتغلت فيها زي باللادم والسيف والشركات البكين والناس الكبار دول اللي حاكتت معنهم جيت أنا نتيجة الظروف المحيطة يعني اشتغلت بشكل يعني نتيجة الظروف في السنة دين ثلاثة الأخار مع شركات يعني أقل من المتوسط كتير تمام طبعا أقل من المتوسط ما هيش معترفة بالبوليس اللي احنا شغالين بيها واللي ساعتك عملتش راحها وأنا شغل كله يعني بيها فيها أنا في المشروع كان كل الصلاة بتاعت أن أنا أطبق الفيديك كله وأطبق شغل أنا كراجل في المشروع بكل الصلاحات بتاعتي كاملة تمام بس اللي كان بيعقني بزياد من ضمن المساوة بتاعت الشركات أنا بس بعمل هايلايت عليها آه ومش سؤال بعمل هايلايت الزمالة أو الحضور آه تمام إن مهما كانت انت ماشي على يعني بينك وبين الاستشاري آآ بتبقى برسيد لكلها بالرسك بالكونترول بالمونتر بالكونترول بتاع المشروع بكل البرسوس بتاعتها كلها كاملة وتعمل لكن إن المؤسسة اللي انت شغل فيها والشركة اللي أنا شغل فيها على سبيل المسال يعني للأسف ضعيفة من الناحية الفنية دي جدا أو الإدارية أو السراتيجية ضعيفة تمام كن بيحصل تصدم بيني وبينهم كتير معرقم الحمد لله همش معترفين بس يسر أنا ماش بيها وده للأسف يعيقك وده يعني ما يخلكش تحقق التارجت أو المطلوب صح يعني للأسف ده بالزبط فعني للأسف يعني الواعي الواعي أنا بقول كلمة الواعي عند بعض الشركات زي ما البشباندس اللي بدها عملية البورسي بتاعت كل الشركة أو مؤسسة إنها بتبقى لها يعني معينة ومعينة ومعينة وتارجت والكلام ده كله هو في عندها تارجت كناحية تانية غير اللي انت عاوزت حقها وراجل توصل بان انت بتبقى نجح في مشاريعك أنا قلت لهم أنا في الأول الآخر يعني تنجحوا معايا يما أنا بمشيش في فحشلكم عاوزين تكملوا معايا في الطريق النجاح نكمل مع بعض لكن لو انتوا عاوزين تفشلوني لا أنا سلامه عليكم شكرا فكمل في الطريق تاني عشان أنجح أنا مش جاعش هنفشل معكم يما تنجحوا هنجحكم معايا يما أنا بسلام عليكم بامشي فالفكرة ان انت لازم تكون متمسج بالصحة اللي انت شغل عليه ما يهمكش متفق معك تماما تماما يعني اول حاجة رز بيد ربنا ونعمة بالله في الأول والآخر وكلنا فضل الله تعالى ربنا الرزاق زول كوات المتين لكن الفكرة ان احنا كنا ناس مهندسين والكلمة دي الكلمة دي لها ثقة كبير عند الناس اللي بتحس بمعناها وتعبها على مدى السنين وعلى مدى اللي بتعملها والووركشوب اللي بتحضرها والكورسز اللي بتاخدها يعني انت دماغك دي ميش سهلة دماغك دي زي ما انت سعدتك كده في مجالك ما شاء الله عليك ربنا يزيدك وبرك بيك يعني ان انت لازم تبقى متميز صح ما تخليش حد يسيطر على قرارك انك طرق الاخر انت بتمشي ضد الصح تمام شكرا مشكور جزيلا جدا محاضرة ممتازة جدا وماشاء الله عليك يعني ما احتاج ماشاء الله لازيكون اه مش هننسى اسراء اه طب اعسى لزيمكم بعد السؤال مش هننسى اسراء هناخد كده لقطة كده سريعة لو حد عايز يفتح الكاميرا اه ان شاء الله اه خضروا شانسى اسراء اه شكرا اللي حضرتكم على المحاضرة القيمة شكرا لك استاذ وليد بس كان في عندي سؤال هلا نحنا حكينا نو تفلوبينت جزء وبروجيكت مانيجر بيجي مسلا على التنفيذ هلا اما وقت بيجي بلاقي بروسيجر والكبي ايو والريبورت كبروجيكت مانيجر اعمل تيلورينج لهدول هالمعطيات اللي يتماشوا اكتر مع مشروعي بالاخير كل مشروع يونيك في له خاصية معينة ممكن انا بحس الريبورتس النموذج الموجود ما بيخدمي بالمشروع او لازمة تعديل اعطي النتيجة المرجوة للسي او او الكبي اي هي تكون اه متوسعة انا بدي خصصة اكتر لمشروعي لتمشي وقت التنفيذ فانا قادر على هذا الشي ولا لا هي ملزمة بالشركة انا ما بقدر تعددنا عليها بس هل سأقولي شكرا لحضرتك عفوا عفوا كل المنهجيات متفقة مع حضرتك يعني نحرك بتقولي كل اللي مكتوب في المنهجيات كل المنهجيات حطت اول بروسس اول بروسس في الامبليمنتيشن هي بلان يعني مثلا ما تيجي تخشي PMI Methodology تلاقي مثلا يقولك بلان 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 في مرحلة منحقك لان انت في البلان يا بلان بتخططي فمنحقك ان انت تعملي للحاجات اللي موجودة بحيث تبقى يونيك للمشروع طبعا تمام لكن لازم ده يتم عن طريق لو فيها changes عن اللي موجود لازم يتم عن طريق حاجة بيسميها MOC او management of change يعني عشان بس مش كل واحد يغير لا يعني نشوف التغيير ده بيمرت سرعة كده بسيكل كده سريعة بتبدأ السيكل دي ترفلكت التغييرات ديت عشان بعد كده الموجود اللي انت هتعمليه في التيلرينج ده مايرحش هدر او مايرحش بس لمشروعك ويبقى احنا برضو عملنا شوية لا عشان نتخدم فيه اي نوع من انواع المشاريع اللي بنفس المضمون لكن مظبوط جدا طبعا مايرحش باتد مايرحش باتد